ترجمة نانسي قنقر خلال الاتصال مناقشة أوضاع الأمن والاستقرار في دولة فلسطين الشقيقة وسبل الكفيلة للدفع قدما بجميع الوسائل لتأمين السلامة والحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين حيث أكد جلالته رعاه الله أن من حق الشعب الفلسطيني الشقيق نيل كامل حقوقه كما سائر الشعوب وذلك بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وشدد جلالته على أن تبدأ الدول الفاعلة والمؤثرة باتخاذ الخطوات المؤدية لتحقيق هذا الهدف النبيل وقد عبر جلالته حفظه الله عن خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة على مشاعره الطيبة متمنيا لفخامته مفور الصحة والسعادة ترجمة نانسي قنقر